طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم باتش نوتس سبن بوينتو نزل في الاسواق يا عيلا ام وارويك يعني حينزل على طول او حينزل بعد يومين تراتة زي العادة هم اول ما نزلوا تشامبيون جديد دائما ينزلوا يا داركت لي مع ريليس حق الباتش ولا بعدها بيوم بيوم تكلها الحالات اه يوجولي التعديلات التعديلات موجود عند الشباب فريدي جيمز فهم كنت روح تشوفو عندهم اول ما نزلوها بعد كده عندنا اكالي عندنا ابو اقول زود الحقه الحقه هذا معناها زود الدامج يدولها ضف طبعا اول اول ما شفت الكرام هذا قلت why the hell would they want to give اكالي بف ليش بيعطوا لها بف يعني ما هناك صحي اكالي من الشامبيونز اللي عندها مشاكل تبف بفها شوية تنعدم تطير تصير مالو حل تنرفها شوية برضو يطيح تحت يصير مالو اي يعني يصير محد يقدر يلعابه في كل الحالات التعديلات هذي سووها على اساس عدلو في ايتم تانية في الجيم هنتكلم عنها بعد شوية فهذي عشان يسووا بالنس للتعديلات هذيك في كل الحالات ناندلس بف على اكالي على الالتي دامج حقها ايتش حيرجحها القيم ولا ما حيرجحها ما اظن حيرجحها اكالي ما زالت في المكان اللي هي فيه بس انه والله يعني تتلعب شوية احسن حبتين بعد كده داريوس اخيرا فافتكروا انه داريوس والله او بي داريوس فيه عنده مشكلة ما ادري من من عشرة باتشات ما لمسوا واحنا كل باتش نشتكي منه وكل الحالات اعطاله نرف على حاجتين اعطاله نرف على الباسف حقته نقصه الدار دامج حقه عشرة يعني في بداية القيم هذي بالنسبة لنا حاجة مره مفيدة ام يعني صار وشوف بيني بينكم والله شباب لسه مازال المرة جامد اوكي بس انه اقلها تتعامل معه شوية احسن انت عارف يعني كل تك تلاتين طبعا مع كل كل تك عشرة زيادة يعني لازم يضربك زيادة ام عشان او او نستنى اخ اربعة او كم تك تانية تلاتة تك زيادة عشان تكتلك يا اوتو اتاك زيادة يا تك زيادة وهذه تعطيك وقت انه والله يتاخذ اكشن في كل حالات طبعا في كل الليفلات ما بين واحد وستة ما بين سبعة تلاتش ما بين اربعة واثنش في النهاية ام اه سوري اللي في اللي اخير اللي من اربعة واثنش ما غيروها فالأيرلي جيم نرف البسيط اللي سوقها مو بسيط شوية جاي من داكشن الكيو فاكرين الكيو هاندل حقه الكيو مكسومك اسمين دايما اشياء ودائما يعلم تلاخبط فيها الكيو في السلاح اللي هو من فوق وبعدين في العصايا مع احترام الشديد لأهل العصايا الهاندل دامج طبعا لما لما اضربك دايما داريس يحاول اضربك بالجزء الخارجي من الكيو حقته لو ضربك بالجزء الخارجي من الكيو حقته يجيك دامج مرة عالي بس لو ضربك بالجزء الداخلي دايما عشان كده لما تجي تضارب مع ياسوى مع داريس احنا نقولك ادخل وسطه لما تدخل في وسطه ايش يصير يضربك بالهاندل اللي هي بالعصايا العصايا هذه كانت لما يضربك بها تضرب خمسين في المية دامج اقل من الكيو العيدية الحين برضو نرفوها زيادة فصاروا ايش يساوي ذا يريورد ايش يعني يعني الادم اللي يجيب الكيو حقته صح هي هيعور والادم اللي ما يجيب الكيو حقته صح تقريبا ما حيسوي دامج نهاية فنقصوا سووا نرف للكيو هاندل دامج مش الضربة الخارجية الضربة الداخلية خمسة ثلاثين ضربة الخارجية ما زالت زي ما هي فمن مصرحاتك انت وانت تلعب قدام داريس وبيجي يضربك حاول طبعا يا تطلع بره الرينج حقها نهائيا وهذا الافضل او اذا ما انت قادر تدخل فوسطه يعني الداريس الكويس دايما دا حينصاروا يشتروا ام غوست يفكن لك غوست ويديكيو ويرجع على ورا عشين اسقعك بها بعدين يقرب ويلعب فيك رايح راجع في كل حالات غراجس من بعد الكم نيرف اللي سووه سووه لياه في الاقيام في الباتشات القديمة اللي فاتت قبل خمسة او ستة باتشات يعني باتشين وراء بعض نرفو الدامج حقه نرفو الارمور حقه نرفو الهيل حقه نغيرو الالتي حقه خلو البارل دائما لما ينطلق مو على حسب القرب والبعد الانطلق دائما ياخدو ثاني ولا ثاني وحاجة فانت جنبو تشوفوه يطاير تقل تطلع منو من يوم ما سولو نيرف هداك تقريبا طلعوه من القيم لانه صار مرة سهل تتعامل مع الالتي حقه حاليا بيحاول يرجعوا القيم طبعا التغيير هذي ما هي واطية صراحة تغييره عالية بس ما اظن هي اللي هترجعوا القيم نهائيا بس احتمال كبير نشوفه مرة ثاني يرجع لعب طبعا زود الارمور حقه تسعة وعشرين هذي ثلاثة اارمور ايرلي game طبعا هذي بعد السكيليم هذا البيس هذا البيس اارمور يعني معناه كل لفل حيزيد زيادة فحيعطيه لك امكاني انه هو يسوي برول كويس بداية القيم بعد كده الباسف اللي هي الهابي اور اللي هي الهيل كل ما يسوي مجموعة ابليتيز يرجع اربع في المية من الهيلث حقه كان سووها ستة في المية فهذي رجعوا السيرفابليتي حقه واظن حسنوه في الجنجل يعني الفكرة هذي انه خلوه يعني يخلص الجنجل حقه والهيلث حقه اعلى حبتين بس لسه التعديل اللي عدله في الالتي حقه ما هو ما علي اي امباكت ما اظن هشوفه كثير بس والله اتمنى هشوفه وهذا من الشامبينز اللي كان يحل الجيم لانه ميكانيكلي يعني ميكانيكلي ريكوائرينج ميكانيكال سكيل حقه كانت طيبة يعني لازم تتعرف كيف تلعبه كويس لازم تكون ميكانيكلي محترفة عشان تعرف تلعبه كويس وشامبينز اذا المفروض ما كان ينزلوه على حد اي امباكت غير كده غريفز هذا بق فكس بس ما في اي شي ضروري كاترينا اخيرا نيرف بسيط نيرف بسيط ام ما حيطلعها بالكاميو عال بس اقلها اتنرف هتال اي نقصوا ال اي دي ريشيو حقتها هذا ال نيرف موجه لالتا ما باقول التانك كاترينا لانه حت ال اي دي كاترينا كل كاترينا ازدحينا ساريبنو الهكستك بلايد هذا الهكستك بلايد فيله فيله الشي اسمه الاتم هاد اللي هي البلغواتر اللي فيله اللي تم بني منها بلايد وفدرون كينغ برضو ففيها شوية اي دي نقصوا ال ريشيو حق الاي دي حقها من فاصلة ستة خمسة لفاصلة خمسة ام ما حيطلعها برا القيم بس اقلها اقلها شوية نقل نتعامل معها حابتين اللولو ام سووا لها بف بقى البيكسي دامج ما انا عارف ليش وخفضوا الكوست حق المانع حق الكيو طبعا هادا احتمال 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 يخلينا نشوف اللولو في سولولين مرة تانية فان فاكرين شباب اللولو كانت كتير جات فترة تتلاعب في الميد و تتلاعب في التوب اكثر من الميد لانه هاتكونتر مجموعة مجموعة كبيرة من التوب مليز اللي هم ملي طبس والسبليت بوش حقها صراحة مو طبيعي لانو تقرد تروح سوي سبليت بوش وبعد السبليت بوش اي احد يجي بيقتلها تقرد تفك سبرينت عشان تديل نفسها هالدابلي حقاتها وتسرع تطير من اللين فسبليت بوشر مو طبيعي الكلير حقها مرة سريع والسبليت بوش حقها مرة سريع والرنوي حقها مرة سريع فهذا التعديل يعني دامج ما هو منت فور سبورت اكيد نا هذا منت فور سولو ليني فاظن يبغوا يشوفوها مرة تانية يا شباب في السولو لينز هنشوف كيف اداها ماستري عملوا ريورك بسيط للباسيف حقته الريورك هذا والله والله اعلم يعني اظن مو بس حيرجع الگيم حيعدم امه الله يسترك اظن ماستري بعد التعديل هذه يا شباب هاي سير او بي ام وبالكم تلعبوه فترة اللي ما يعدلوها الباسيف حقته فاكرين الباسيف حقت لوسيان اللي هي الكيو لما نسوي ability بلوسيان بعدها تجي او تو اوتو اتاكس ام لو الاوتو اتاكة الاولى ضربت واحد قتلته ضربت مينين قتلته الاوتو اتاكة تانية تروح ام على مينين تاني ولا على شخص تاني ولا الاقرب واحد تانية عملوا الباسيف حقت الاخ هذا نفس الشي هتسوي اتسوي تو اوتو اتاكس ام اذا قتلت باوتو اتاكة الاولى منين او واحد الضربة الثانية هتيجي اول كانت الضربة الثانية يطيح نحين لا بيحاول ادرب جنبه تحت احت في الرينج اللي هو 300 في الرينج او في نفس الشي برايطرائز كيلين بلو ايش يعني برايطرائز كيلين بلو لو في مينين قرر بيموت حيديلو برايورتي ام طبعا هادي هتنفع مرة كثير في المينين ويفس اه سوري في سوري في الجنغل اكتر منا هتنفع في اي محل تاني بس برضو برضو بعد كده وغيروها حبتين برضو إننا لو اي والار شغالين ونروحوا عن انا هذا اللي فهمت بالنا صراح انا ما شفت هشها بصيبها لا شوفها لما تشغل ال اي والار حيوقف بس كلي ام ثانية انت مسويت شانل حيجي لك من الباسف ايش يعني من الباسف يعني تستك بدل ما تكون ضربة اتنين تصير ثلاثة اربعة خمسة ستة فبعد ما تخلص الدبل وحقاتك تنزل ديفر ايش امهم يا عيال ديفر ايش امهم يا عيال يدعس بعد كده الندلي صراحة من الم ما توقعت تدورها البفات هادي بالطريقة هادي بس عشان خلاجوها من القيم نهائيا ابو يرجعوها القيم باي طريقة وظن التعديلات هادي حتديها مجال ان هي ترجع رجع قوية كمان قدوها بيس هلث تلاتين تلاتين يعني تلاتين لات القيم هذا معناها الكلير حقها هيسير احسن تطلع من ال من الكلير اه فايز حقتها بهلث اعلى اه يبقى لها ضربة زيادة عشان تقتلها لازم اوتو اتاك زيادة واحد عشان تقتلها فتيعطي لها برول باور ام بعد كده الدبليو حقتها غيروها نهائيا يا شباب اول كانت الدبليو فاكرة اللي بتحطها فلنقص يشوفوها لحين صارت تختفي زي المشروم حقت تيمو ولها تلاتة لازم تنضرب ام لها تلاتة لازم تنضرب طبعا لو كشفتها تضربها مرة مرتين او تلاتة على حسب اذا انت تلاتة مرات اذا انت مليه مرتين عشان تشيلها وال سوي لها تشوفها كان اول دحين اربع ستة ثمانية عشر على حسب طبعا هذي معناها انه ما حتشوفها وانت ماشي اكلت انت عارفين التراب هذا حقت حقت الزبال اللي تخليها تنقو استطير عليك طير الف هذا حين هتعطيهم استراتيجيك لامكانية اكبر انهم يسووا يحطوا هذي في ماكن انت ما تشوفها بعد كده زودوا حقها زودوا عشرة والماكس مسودوا عشرين زودوا حقتها فتقر سوف تستطيع تستطيع اكبر اكبر فالتعديلة هذي حول كده حقته التعديلة هذي healthy ما نشوف انها غلط مو عشاني كاره ياس وانا كاره ام ما فيها كلام بسع التعديلة هذي منه جا تنظري تعديلة في محلها لان المفروض الـ Air League حقه يكون اضعف شوية الـ E حقته نقصه للدامج حقها من 70 لـ 60 وهذا يعني معناها عشرة في بداية الجيم هذا اول شيء الشيء الثاني عشان يعوضوا في هذا الكلام في نهاية الجيم زودوا الـ Attack Damage Ratio حقته 20% وفاصلة 2% طبعا بس لازم بونوس Attack Damage يعني انا ما اشتري Attack Item Attack Damage Item يعني very late game واحلى شيء في التعديلة هذي انها ما تستك ما تستك مع الزحلق حقته انتو عارفين الـ E حقته الزبالة داي اسوأ كل ما تسوي E زيادة يجيلك ستاك يزود الدامج هذه ما تستك معها هذه معناها حيقلله الدامج حق الـ E والمفروض الـ E utility ما هي حق الدامج يعني يعني اتزحلك وسوي دامج مو طبيعي ما يشير يعني انا حارقص وانتنظر انا اول دو دا دا دانس حتى يبون بعد كده اللي ثالتي اللي ثالتي اخيرا طبعا فاكرين شباب شارو وحطوا اللي ثالتي مع بداية السيزن ومن يوم ما حطوا اللي ثالتي حطوه بطريقة الفكرة الجديدة اللي سوا في اللي ثالتي حلوة ما يعني ما حد ينكر بس انه اللي ثالتي صارت مر ضعيفة بداية الـ GAME صار ما عاد احد يحب يشتريها طبعا نزل اللي ثالتي مع مع الأساسينز بلده الجديد والأساسينز كلهم بيتمدوا على اللي ثالتي بطريقة مو طبيعية وشايفين يعني ياس و سوري مو ياس وقصدي زيد ازيكس والطقا كلها يعني بيشتري داي فوكس على نايت اف ايج وداي فوكس على دسك بلايد والآيتمز هاد اللي هو تعطيهم بس المشكلة اللي صارت لبنضاف اللي ثالتي بالطريقة هذي كل الـ ADCs اللي يتمدوا اللي ثالتي في بداية الـ Game ما عسروا يقدروا يبنوها لأنها طلعتهم برا الـ Game فاكرين اللي ثالتي يا شباب أول ما تأخذها تأخذ بس 40% من اللي ثالتي وبعدين على كل اللي لبل الأدم اللي قدامك اللي لبل 18 تأخذها 60% الباقية تحين عكسوها على طول من يوم ما تشري اللي ثالتي تأخذ 60% منها وال40% الباقية تأخذها في الطريق فلو كان عندك 10 اللي ثالتي كانت أول تديك 4 من بداية دايحين 6 كل لبل زيادة تأخذ 22 دايحين صارت عشرة كانت تقريبا نفس الشي كانت أربعة وتديك فاصلة 24 ولا 26 دايحين صارت 6 وتديك فاصلة 22 هذا معنى زد بف زد بف يا عيال لوسيان بف جين بف وزونوا من الطين بلا يعني مو بس سووا بف للثالتي يسووا بف للأيتمس كلها اللي هم الساسينز يعتمدوا عليها بيقولوا لهم أبغى أشوف زد في القيم مرة تانية داستوك بلايت نايت ستوكر دامج زودوه من 50 ل 75 نايت ستوكر اللي هي الباسيف أزون اللي هو أول ما تخرج من من الشادو والإيش هي جبير داستوك بلايت نايت ستوكر دامج 75 وزودوا النايت الكل داون الحقه هنقصوه من 45 ل 30 فايبغوهم اشتروا الـ 2 ايتمس هذي بزيادة اكتف والدير انفيزبل كاموفلاج بي نايت ستوكر ستوكر هذي شي تاني لما استخدم الـ وانت انفيزبل ما حطى اللي هيك من الله بعد كده الهكست قن بلاي يا شباب وهذا التعديل هذا اللي قلت لكم ليش سووا التعديل على اكالي اول تزودوا الاكالي من 35% من 25% 10% زودوها انهم بنقصوا الدامج حق الهكستيك بلايد وهذي كور ايتم على اكالي اول انا الهكستيك بلايد صراحة من الايتم اللي نعتبرها شوية وبي في بداية القيم لانه بس ايتم واحدة يا شباب تعطيك كده 250 دامج من يوم ما تسويها 250 دامج هيروح من اللي قدامك فايبغو يسوي لها بلانس شوية خلوها تبدأ بمئة وخمسة سبعين وتنتهي لمئتين وخمسين عشان كده البفة اللي سوي على اكالي هذا هذا حيعوض بالعكس هذا حينقص حيخلي اكالي اضعف مرة كثير في بداية القيم ويزود الليد جيم كيف بلدي تحقيتها لدامشين اخيرا لدامشين كان الليل حقها مو آدمي يعني مو آدمي فجعا كده واحد يسوي دامشين كلهم فول هلث اللي عنده فزاج فول هلث فسوى لها نيرف بسيط ما حيط اللي هم القيم لسه مرة ممتازة هذه بس نعتبره بالانس الهلث اللي كنت اخدها مشتري ردامشين كان 400 صار 300 فسوى لها نيرف الهلث اللي انت تاخده عشان لما تاخدها على ما يصير تديك مرة هيل مطبيعه هيل مطبيعه تديك نص نص مقبول وزودوا زودوا المانا حقها ونقصوا الهيل حقها كان تاخد 130 على طول بلس زايد 20 كل دحين 40 زايد 25 اللي هيل مرة اضعف كثير يا شباب وحيبان الفرق حقه عشان يبغوا الناس يشتروها خفضوا لانو دحين كل العالم يشتري ردامشين وهما يبغوا يفرقوا بين ردامشين لليوتوليتي والنايت فاو للتانكي دحين سواء انت تانكي ولا يوتوليتي كله بياخد ردامشين فهذه بيحير ويرجعوها في القيم خلوها مو بس خلوها مرة يعني دحين حقها بالعكس اغلى من القول حقها ف سووا لها بف جديد اعطوا لها انا من يعرف ليش لانو ما احد بيشتريها الظاهر يبو مجموعة ناس يشتروها قل لك ما احد بيشتريها تانك سبور ما هم موجودين في القيم تقريبا انا بالنسبة لهم صار معلش فحطوا عليها عشرة في المية وزودوا حقها مية بس فبرضو صارت فحنشوفها ما ظن حنشوفها بردو زودو على حسب الليبل حق بشرين خمسة ثلاثين بف بردو ماتين خمسة ثلاثين بيست فون تارجت عشرين لخمسة ثلاثين على حسب التارجت فهذا بسيط ليد ما حيفرق الزيادة هاد المال حييم لابس كده إزا بلاس للناس يشترو تاريس فهارموني ماجي رزيست زودو ثلاثين الآثين زودو نفسها ماجي رزيست ثلاثين ميكايل زود ماجي رزيست أربعين سامن رفت جانجل تون جانجل سبون آه واحد واربعين سار يا عيال بدر واحد وثلاثين غيروا حق الجانجل متى تبدأ يا شباب عشان يبقوا يرجعوا للين أسرع أول كان أقدر أساعد الجانجل أرد بستة ضربات ولا سبعة ضربات ويرجع اللين يبقوا يرجعوها الوضع القديم اللي كانت سيمان ما يبقوا تجد تضرب أكثر من أربعة إلى خمسة ضربات بالكثيرة عشان تلحق اللين فيبقوا الجانجل في البداية يتعب في الجيم ما يبقوا يوصل للباور سبايك اللي هو يوصل همرة بسرعة بكل بساطة يا جباب بكل بكل بساطة فهذا معنى إذا أنت رايح تسوي ليش لازم تضرب ضربات ضربات أقل عشان تجد تلحق اللين حقك لا تنسى يا شباب ثلاثة ثواني تفرق المركة ثلاثة ثواني تجد تسوي فيها أوتو أوتو أتاكس إذا أنت كنت تسوي ستة ولا سبعة لازم تسوي أربعة أو خمسة بالكثير بعد كده الغرب برضو عشان زودوا التايمر حقه أو عشرة ثواني زود ثلاثة هنا زودو يعيبوا الغروم بأول الزحين يسبب بعد آخر من الخمسة ضربات الأولى بعد أول خمسة ضربات ينقص الدامج حقه لخمسين من سبعين أول اثنين ضربتين يسموها بومبوم يعني يعني تدي كريتك برضو زودوا التايمر دامج حقه من ستين لثمانين كل هذي اللي بيساووها على على شي اللي صير حاليا في الوضع اللي صير حاليا في الجنغل عندهم مرة جامد على الجي وبيوصلوا حقتهم مرة بسرع وبيخلوا علامة متساوية مو مع اللين عالي مع دايما مشكلة ين� ل 2011 стать وهذا الناس تزعل يا اخي ليه رايوت مدري يسوي باف او بي ما حد من تابل الجنغل ترى الجنغل هي اكبر شي خربان في الجنغل و هوبفل يصلحوا مع الوقت القريب الهان يفروض تغيروا موعدها من خمسة خمسة و تلاتين لستة ستة و تلاتين طبعا هذا انتند على الأيرلي جيم غانكس ايش كانوا يسووا الناس يروحوا يخلص الجنغل يخلص تلاتة بفات اربعة بفات خمسة بفات ستة بعد ان يروح الريفر يلاقي يلاقي الهاني فروت يقدر ياخدهم بدر يرجع هين فما يبغوهم ما يبغوهم يستفيدوا من الهيل حق الهاني فروت إلا بعد بعد تقريبا رفت سكتلر ايش نيرباي هاني فروت ايش نيرباي هاني فروت السكتلر عيال سارياكل الهاني فروت طبعا هذا ايش معنا ما ادري حنشوف ايش الفكرة انا ما ادري صراحة يفكها بنفسه يأكلها ولا اذا طيحتها انت في الارض يأكلها وهي مرمية في الارض عشان يخلصها بسرعة خلينا نشوف هذا تشينج بس فلا ايش الكاريج اف دا كولوسيس اكبر تشينج في القيم الكاريج اف دا كولوسيس من يوم ما نزلو العيال نزلوها بعدمتها وبمشاكلها وخلت تلات ارباع تانكي او بيز وتلات ارباع التانكي اللي هما القانكينج جانجلرز اللي عندهم سي سي بردو او بي زي زي جارفان زي الطخ هدول اللي سووه الدولة هيت مطبيعية الشيلد دوريشن من اربع ثواني لثواني لثواني البيس شيلد بدرنا من عشرة المية وتمانين لثلاتة الاربع وخمسين بير انمي تشامبيين ماكسيموم هاد ايش معنى لو انت الحالك ون في ون الشيلد هادا ما له اي معنى الشيلد هادا زبالة الشيلد هادا كف تلطيش ما في اي حاجة فهما يستفيد من الشيلد هادا حق ال الين يلعب قدام طبعا لو انتو ضد خمسة اربعة كل ما زاد عدد الموجودين كل ما كيبرى الشيلد ف طبعا هذا معناها مرة عظيم مرة عظيم اللي هيتمدوا على ويمكن احتمال كبير نشوفهم يبطلوا ياخدوا ويرجعوا ياخدوا الثانية هادا ايش اسمها هي لا 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 ثلاثة ايجز سامونر سبلس سووا نرف على الغوست انا ما ادريش الفكرة منها يمكن عشان صاروا اعتمدوا كثير على الغوست اول ثانيتين ما تديك الموفمت سبيت كامل على طول تديك رامبب كده فاول ما تشغلها تديك شوية زي ايش زي تعشق اول ثاني بعدين تدعز يعني زي زي السيارات الالمانية اول شي تحمي تسخر وبعدين تديها واحد سبرنت هادا كلها عشان الزرقة يا شباب البلانت الزرقة لما نسويها وتيجي فوق احد ايجي عليه هو يبانتر انو الناس شافوه انت دحين ما تدري هي جاية من جنبك الناس شافوك ولا لا فحييجي عليك زي العلامة كده زي البف يقول انو انت شفت عن شفت يعني يعني في احد شافك client updates هادي كلها تعديلات movable chat news to me ال chat ساعتين تحركوا هذا ال client الجديد طبعا اللي استخدمه انا لسا ما استخدمه فمعارف في اي حاجة بلبي introducing the news tab حيحطوا تاب جديدة اسمها news اخبار انا هذا غير مهم notable fixes هادي كلها fixات highlights video recording setting دحين لما تخش على spectator mode انت تفاكرين يا شباب في recording فسوو لك دحين في settings حقت ال recording تبت سوي recording high quality تبت سوي recording flow quality تبت سوي frames بلا بلا قديش مدربيش بفتقية دحين تلعب في settings حقت ال recording rotating game mode حينزلوا next siege attack defend repeat next siege blast back in rotation 1-27-17 1-30-17 2-3-17 2-3-17 2-6-17 فنزلوا next siege مرة ثانية شباب وحتنزل في rotation حق كل weekend bug fixes or ranked q تعديلات بسيطة كان يقول لك مشكلة لما تطريق الاولى وتقتل champion التانية ما تنطريق عدلوها الباقي ام ماهو ضروري W ما كانت تضرب حقت لوسين اذا كان جوها fog of war في الاسود الا في البرش اذا حين عدلوها ما اظن في اي حاجة تانية ضرورية غير مهمة نزلوا اسكنات هارتسيكر و هارتسيكر وال 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 يسموها الكراماز حقت بريستيجوس لبلانكو بوسبواري و اظن بكده يا شباب خلصنا patch notes 7.2 شكرا لكم و نشوفكم على خير في ال patch notes القادم اشتركوا في القناة